أهلاً وسهلاً بكم في الأجندة شاهدت أمريكا خلال الأسبوع الماضي أوسع موجة احتجاجات شعبية وأخطرها ضد ممارسات التمييز العنصري الممنهج التي يمارسها أفراد الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الأمريكيين من أصول أفريقية على إثر مقتل جورج بلويد الأمريكي الأسود البالغ من العمر 46 عاماً عليت شرطي أبيض في ولاية مينسوتا شارك في هذه الاحتجاجات مختلف فئات الشعب الأمريكي بما فيهم دول الأصول البيضاء وقد فتحت هذه الاحتجاجات باب التكاهنات عند المحللين على مصراعه فذهب البعض يتسائل هل أمريكا على أبواب ثورة ضد العنصرية وهل تتحقق نبوءة عالم الاجتماع الأمريكي نبوءة عالم الاجتماع الأمريكي يوهان غالتونغ عن سقوط الإمبراطورية الأمريكية في العام 2020 لأنه عنده نبوءة من هذا النوع أم تتحول الولايات المتحدة إلى حكم النظام الفاشي على يد ترامب وزمرة ترامب من الذين معه طبعاً ليس من السهل الإجابة على مثل هذه الأسئلة بشكل واضح لكن من السهل أن نذكر الناس بالأبعاد السياسية والتاريخية والعلمية حتى والدينية لمشكلة العنصرية وهذا ما سنحاوله في هذه الحلقة كونوا معنا في القرن السادس عشر للميلاد بدأت الطلائع الأولى من الاحتلال الأوروبي للقررة الأمريكية بعد سقوط الأندلس وفي القرن السابع السابع عشر أصبح أمام الأوروبيين قارة واسعة جداً بكر واعدة بالخير فتكاسموها تكاسموها بينهم وتحول المحاربون إلى مزارعين وملاك أرض كبار وأصحاب مناجم ذهب بعد ما أهلكوا السكان الأصليين بالأمراض وبالكتل اليوم الهند الحمر سموهم وذهبوا يزرعون ما تحتاجه أوروبا من المنتوجات مثل قصب السكر التبغ وغيرها ولأن الأراضي واسعة جداً كارة كاملة يعني واسعة والطلب عليها على المنتوجات كبير لم يكن باستطاعة ملاك الأرض الجدد البيض لم يكن باستطاعتهم زراعتها بمفردهم فاستعانوا في البداية بعمال أوروبية عمال أوروبيين ثم بعمال من أصحاب السكان الأصليين من هند الحمر لكن هذا كان مكلف من ناحية وغير مناسب من ناحية ثانية لأن العمال الأوروبيين كانوا أولاً قلة والهند الحمر كانوا يتمردون ويهربون من مواقعهم إذا واتتهم الفرصة يهرب لأنه يعرف الطرق ويعرف المداخل وعنده فكرة عن مصيري ولهذا كرر الملاك الأوروبيون البحث عن مصدر جديد للعمالة فاتجهوا إلى أفريقيا تجهوا إلى كرة أفريقيا في البداية إلى الغرب الأفريقي لاستياد الشباب الأفريقي وتحويل إلى رقيق يباع في أسواق خاصة كان يشحنوهم في السفن بالآلاف ويموت نصفهم تكريباً في الطريق كانت هناك أكثر من ميزة للعمالة الأفريقية عند ملاك الأرض الجدد أول ميزة هي أنهم عمالة رخيصة جداً لا تكلفهم غير الأكل والشرب لأنهم عبيب لا يحتاجون مرتبات وثاني ميزة أن أجسادهم مقاوماً للأمراض والأوبئة أكثر من غيرهم لأنهم تعرضوا في أفريقيا لأمراض من هذا النوع فأكسبتهم مناعة تجاهها أفضل من غيرهم أفضل من الهنود الحمر اللي ما كانش يعرفوا هذه الأمراض ولذلك هلكوا بسرعة بملايين هلكوا بسبب الأوبئة والفيروسات التي نقلها إليهم الأوروبيون ما كانش عندهم منعة وثالث هذه الميزات في الأفريقيين هي أن ذرياتهم يتحولون إلى عبيد بالوراثة وهذا طبعاً يعتبر فائض ربح بالنسبة لصاحب الأرض كأنك اشتريت بكرة وخلفت لك بلاش وأخيراً فإن الأفريقي لا يستطيع أن يهرب من سيده كما كان يفعل الهند الأحمر لأنه لا يعرف الطريق ولا يدري أين يذهب ثم إن بشرته السوداء ستحاصره أينما ذهب خلص معروف هذا عبد وهكذا تدفق على أمريكا مئات الآلاف من العبيد الأفارق الذين تحولوا بمرور الوقت إلى ملايين وتعرضوا خلال هذه المئات من السنين من القرن السابع عشر لليوم إلى أنواع كاسية من الاضطهاد والاحتكار وظل الحال على ما هو عليه إلى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر يعني نقدر نكون قرن ونصف عندما اندلعت الحرب الأهلية في أمريكا بين ولايات شمالية الولايات الهضبة حق أمريكا وولايات جنوبية تريد الانفصال عن الدولة الاتحادية كانت هذه الولايات الجنوبية تعتمد كثيرا على عمالة العبيد لأنه كان معظم العبيد في الجنوب معظمهم نزحوا إلى الجنوب فأراد الرئيس الأمريكي حينها في المقاطعات الشمالية إبراهام لينكلون وهو بالمناسبة من أصول عربية كما يقال أو من أصول أندلسية إسلامية هناك بحث في هذا الموضوع يؤكد أنه من أصول أسبانية نزحت إلى أمريكا قبل مجيء الأوروبيين قبائل أندلسية مسلمة إبراهام لينكلون أراد حينها توجيه ضربة مؤثرة للولايات المتمردة على الاتحاد فأصدر إعلانا بتحرير العبيد بغرض تشجيع العبيد في الولايات الجنوبية على التمرد في الولايات الانفصالية والانضمام إلى الجيش الاتحادي وهذا كان يحصل بالفعل نجح في ذلك إلى حد كبير فانضم كثير من العبيد إلى الجيش الاتحادي الجيش الفيدرالي وعلى الرغم من أنهم نالوا حريتهم بالتدريج بعد ذلك إلا أنهم ظلوا يعانون من التمييز العنصري القانوني وغير القانوني لفترة طويلة يعني ظل في صحيح أخذوا حريتهم لكن كان في تمييز قانوني وغير قانوني وظلوا يناظلون في سبيل الحصول على مكاسب جديدة في سبيل المساواة والكرامة إلى أن نالوا في الستينيات من الكرن الماضي حريتهم القانونية يعني ألغوا التمييز القانوني لكن ظل هناك نوع من التمييز الاجتماعي والثقافي قد يظن المشاهد أن الأمريكي الأبيض يمارس العنصرية على الأمريكي الأسود فقط لكن الحقيقة أن أمريكا شهدت وتشهد درجات مختلفة من العنصرية أشدها وضوحا هي العنصرية ضد السود لكن عبر التاريخ الأمريكي كان هناك عنصريات حتى ضد البيض الأوروبيين أنفسهم من قبل بيض آخرين لأن حتى كلمة الأبيض الأمريكي الأبيض في القانون زمان في البداية كانت تعني في فترة من الفترات الشخص الإنجليزي البروتستانتي الأنجلوسكساني فقط مش الفرنسي ولا الألماني ولا وهؤلاء هم أصبحوا فيما بعد الملاك الكبار للأرض أما الأوروبي الآخر الإرلندي مثلا أو الألماني أو الأسباني أو البولندي أو الإيطالي أو الروسي هذا كان في نظر الإنجليوسكسان مواطن من الدرجة الثانية مع أنه أبيض منهم يعني ما في شك أن الروسي أبيض جدا مسألة مش بس بشرة يعني كان الإنجليز يمارسون العنصرية حتى على الأوروبيين أنفسهم حتى أن بعض كتابهم مثل ويليام كوك عندما شخص عيوب كل جنسية في المجتمع الأمريكي من الجنسيات الأوروبية عنده كتاب اسمه حماية المؤسسات الأمريكية أصدر في عام 1926 حاول يشخص كل جنسية سماتها ونفسيتها وأخلاقها فكلهم طلعوا فالسوا باستثناء الأمريكي الإنجليزي يعني مثلا قال أنه الإيطالي شخص سريع الغضب سواء لأسباب حقيقية أو لأسباب وهمية يتخيلها ومقاتل يشتيه ضارب وأنه لا يصلح إلا للأعمال البدنية الشاقة والمكززة هكذا قال يروح يشتغل في المناجم ممكن يشتغل في السكة الحديد ممكن يشتغل في الشوارع لكنه يأخذ مناصب كبيرة أو يكون أهمية وكذا لا الإيطالي هذا حطه على جب أيضا قال اليهودي شخص غريب يفتكر للشجاعة والإقدام والجسارة ولا يحب الزراعة لا يحب في الزراعة ولا في الأعمال الشاقة ومن ثم يصلح لمعترك الحياة الأمريكية هذا حق ربا ومشاكل ويجمع فلوس بواسطة الفلوس ولا بواسطة المحامة والمشاكل في المحاكم يعني يشتها خفيفة اليهودي يحب الرزق الخفيف والكثير لا يشتش يتعب ولما وصل عند الروس قال الروس الشخصية الروسية من المستحيل دمجها في الحياة الأمريكية الروس ليس لهم أي أهمية في أمريكا ولا تناسبهم إلا الأعمال الوضيعة هذا هذا مثقف أمريكي قال أيضا البولنديون لا يرتقون للأعمال القيادية والمراتب الفكرية العليا صحيح أنهم شطار في الصناعة لكن أخلاقهم وضيعة لا تمت للأخلاق بصلة ومن ثم ينبغي التعامل معهم بقبضة حديدية هذولا لازم نشكمهم إذا كان هذا رأي مثقف أمريكي آنذاك في جنسيات أوروبية وروسية وهي راكية فكيف سيكون رأيه في الجنس العربي مثلاً ولا شك أن رأيه في الأفاركة سيكون أسوأ بكثير طبعاً كان العنصريون البيض في أوروبا وأمريكا خلال القرن التاسع عشر والثامن عشر يشعرون بحرج أخلاقه من هذا الموقف العنصري يعني الناس محترمين فيهم وغير المحترمين فأرادوا أن يبرروا بطريقة علمية ترفع الحرج العلماء أكسد والمثقفين أرادوا القول أنه اختلاف الأعراق أبيض وسود وسفر وتفاوت رقيها هذه حقيقة واقعية وحقيقة علمية أرادوا قول ذلك ومن ثم قال لا غربة إذا تعاملنا مع بعضهم باستخفاف كما نتعامل مع الحيوانات حتى كان يقول الأفريقي هذا يعني درجة متدنياً أرفع من الكرد كليلاً وينبغي التعامل معه هكذا فيه فلاسفة ومثقفين كانوا بهذه البجاحة وكان بعض العلماء والفلاسفة قد وجد بعض المبررات العلمية التي تدل على أن العرق الإفريقي مثلاً أكل روكياً من الناحية البيولوجية من العرق الأبيض لكن طبعاً التطور العلمي في مجال الطب والأنثروبولوجيا أسقط هذه الأوهام وكشف أن المسألة ثقافية وأخلاقية ولا علاقة له بالعلم ولا بالعرق بالمرة كما سنبين بعد كليل كان العنصريون البيض يعتقدون أن الاختلافات الجسدية الظاهرة بين البيض والسود هي دليل على أن كل عرق كجاء من آدم مختلف وليس لهم أب واحد يعني الأفارقة لهم آدم والبيض لهم آدم آخر لكن العلم كان له رأي آخر لا يعجب العنصريين فقد قال لهم العلم أن أجدادهم أجداد البيض يعني أنفسهم كانوا في يوم من الأيام سود قبل آلاف السنين كانوا أفارقة وأن الاختلاف بين ألوان البشرة بين ألوان البشرة والعيون ولون الشعر وملمس الشعر وشكل الأنف هذه كلها اختلافات ناتجة عن تطورات بيولوجية بسبب اختلاف الموقع الجغرافي من الشمس يعني من المعلوم أن سكان المنطقة الاستوائية في أفريقيا التي تتعمد عليها الشمس هؤلاء يتعرضون لكم كبير من أشعة الشمس أكثر من سكان المناطق الأخرى والشمس طبعا بترسل بعض الأشعة الضارة والأشعة النافعة للجسم مثل الأشعة فوق البنفسجية هذه الأشعة فوق البنفسجية مفيدة بقدر معين لامتصاص فيتامين دال في الجسم لكن التعرض الزائد لها لما تتعرض الأشعة فوق البنفسجية كثيرا قد يكسر بعض الفيتامينات الأخرى في الجسم مثل حمضة الفوليك واللي هو من فصيلة فيتامين بي يعني من العائلة هذه ويتسبب ذلك في سرطان الجلد أو الكساح أحيانا تقوص ولكي يحمي الجلد نفسه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية خلق الله له خلايا تحت الجلد تسمى خلايا ميلانية هذه الخلايا الميلانية تفرز صبغة داكنة سمراء يعني هي اللي بتبان في الجلد الأسود هذه الصبغة الجلد الأسود هذا عبارة عن صبغة بيفرزها الجلد من تحت هذه الصبغة تقلل وظيفتها يعني تقلل امتصاص أشعة الشمس وتنظم عملية امتصاص الأشعة علشان يستفيد منها فيتامين دي وما يكسرش حمض الفوليك إذن اللون الأسود للبشرة هو عبارة عن صبغة تفرزها أوعية تحت الجلد لحماية الجلد من سرطان الأشعة فوق البنفسجية التي تأتي من الشمس وطبعا معظم الأشعة هذه بيردها الغلاف الجوي طبقات في الغلاف الجوي بتعكسها لفوق بس كليل منها بينزل للأرض وبيسبب أضرار ومنافع ولتنظيم عملية امتصاص هذه الأشعة بما يفيد فيتامين دي في الجسم هذا الإفراز الأسود أو الجلد الأسود بينظم العملية وقبل آلاف السنين قبل آلاف السنين انتقل بعض سكان المناطق الاستوائية في أفريقيا انتقلوا إلى آسيا وإلى أوروبا بالتدريج طبعا فتغيرت ألوانهم تغيرت ألوان بشرتهم بسبب كل التعرضهم للأشعة فوق البنفسجية البشرة والعيون الزركاء والشعر الأشكر هذا هو ناتج عن تطورات بيولوجية نتيجة الابتعاد عن أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية فقط حدث هذا عبر آلاف السنين طبعا ما وش بسهولة مش بين يوم وليلة ولا بين مئة سنة ومئتين سنة وهنا قد يطرح البعض سؤالا لماذا لم تتغير بشرة الأفارق السودة الذين هاجروا إلى أمريكا مع أنهم لهم في أمريكا كرابة ثلاثمائة سنة مثلا في المئتي سنة الماضية يعني من كرن السبعة عشر لليوم في كرن العشرين حوالي ثلاثمائة سنة لماذا لم تتغير بشرتهم مع أنه خلص انتقلوا من أفريقيا وما عدوا يتعرضون لأشعة البنفسجية هذه فهل ما زالت الصبغة الميلانية هذه بتفرز الخلايا الميلانية العلم أجاب إجابة قال لا هذه الصبغة الداكنة التي أفرزها الجلب تحولت عبر آلاف السنين إلى طفرة جينية طفرة تطورية يعني طفرة جينية ثابتة عبر آلاف السنين ولا يمكن أن تتغير إلا بطفرة جينية أخرى في المستقبل عبر آلاف السنين الأخرى يقضيها الأفاركا في أوروبا وأمريكا وممكن يحدث العكس أيضا مع الأوروبيين الذين ذهبوا إلى أفريقيا في جنوب أفريقيا ماذا لكن بعد آلاف السنين أيضا إذن فالموقع من الشمس هو سبب هذه الاختلافات الظاهرة بين ألوان الناس وأشكالهم ويمكن أبون آدم كان أفريقي وهناك دلائل تدل على أنه كان أفريقي يعني في أدلة بيحاول البعض يقدمها لأنه يبدو أنه آدم إما سكن أفريقيا أو سكن شبه الجزيرة العربية أيما كانت غابات وهي أيضا منطقة حرارية مدارية طيب حتى لو لون الشعر لون الشعر هذا الملمسة وحجم الأنف عند الأفريقي وغيره هذا أيضا له علاقة بالشمس وبالمنطقة الحارة المدارية مثلا الأنف الأفريقي المفتوح والقصير يناسب المنطقة الاستوائية حيث يحتاج الإنسان إلى كمية تكسجين كبير والمنطقة الدافعة يعني لو دخلت كمية الكسجين بشكل كبير ما فيه مشكلة لأنه منطقة الدافعة لن تتضرر الرئة لكن هذا الأنف لا يناسب المنطقة الباردة في أوروبا مثلا لأنه فتحة الأنف الكبيرة هذه كتتسمح بدخول تيار هوا بارد يضر بالرئتين ولذلك تكيف الجسم عبر آلاف السنين وحصلت فيه طفرات جينية جعلت الأنف الأوروبي أطول كليلا يعني عنده قصبة يمرر فيها الهواء عشان يتلطف وبفتحات أضيق طول الأنف يسمح بتلطيف الهواء كما قلت البارد وضيق الفتحة فتحة الأنف تكلل من كمية الهواء البارد فالقضية كلها متعلقة بالظروف الجغرافية البحتة لا باختلاف الأعراق كما توهم العنصريون كديما وحديثا من المتوقع أن يكون للدين موقفا من المشكلة العنصرية ونحن نتحدث عن الإسلام تحديدا وإذا أردنا أن نتحدث عن موقف الإسلام من أي شيء فينبغي أولا أن نحدد النص الذي يمثل الإسلام هل هو القرآن فقط؟ أم القرآن ونصوص الحديث والمنسوب للنبي مع نصوص الفقهاء لأن بعض نصوص الحديث المنسوبة للنبي ونصوص الفقهاء جاءت مخالفة ومناقضة لمبادئ القرآن في كثير من الأحيان وخاصة في هذه القضايا قضايا للحقوق والحريات يعني تجد القرآن واضحا حاسما في أن البشر جميعا أبناء أبن واحد وأم واحدة أمر واضح ومن ثم فهم متساوون ويقول بأنهم جعلهم شعوبا وقبائل لكي يتعاركوا ويقول إن أكرم الناس عند الله وأتقاهم المؤمن التقي وأرفعهم درجة عنده هو المؤمن العالم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتلال درجات أمور واضحة في القرآن بل إن القرآن يناهض العنصرية بطريقة فريدة منص فريد من نوعه في تاريخ الأديان ليس لهم نظير هو النص الذي صور فيه مشهد الحوار بين الله والشيطان والملائكة عندما خلق آدم بعد خلق آدم أمر الله الملائكة أن تستقبل هذا المخلوق الجديد المسمى آدم أن تستقبله بالسجود تكريماً له فاستجابت الملائكة إبليس كان معهم لم يستجب كان حاضراً المشهد أبى أن يسجد معهم ولما سأله الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك كان يكدم مبرر علمي عنصري على طريقة العنصرين اللي بيكدم مبررات علمياً لليوم إحنا اصطفان الله إحنا المصطفين خيارهم من خيار من فكوس من عنب من سفرجل قال كان بليس يتفلسف ويقول لك كيف أسجد له خلقتني من نار وخلقته من طين وعنصر النار أركى من عنصر الطين أنا من أصل الناري رفيع وهذا من أصل طيني وضيع فكيف أسجد له ما تجيش بالعقل يعني وكانت هذه أول حالة عصيان لله في تاريخ الخلق أول معصية لله في تاريخ المخلوقات هي هذه أنا خير من حالة الترفع التي موجودها الآن في في اليمن بكميات تجارية أبناء الله وأحباءه اليوم بيقولوها بطريقة مباشرة وغير مباشرة أراد القرآن أن يقول بوضوح أن أول معصية عصية بها الله هي دعوة عنصرية أنا خير من أنا من بني هاشم أنا من أصل طيني وهكذا وأراد القرآن أن يقول أن على بني آدم أن يستوعبوا هذا الدرس جيدا أول درس قدموا لهم أول درس قبل حتى ما تخلق أمهم حوى وعدوا أبوهم آدم فقط أول درس انتبهوا لدرس العنصرية هذا لكنهم فيما يبدو لم يستوعبوا أراد القرآن أن يقول أن مذهب العنصرية هو مذهب الشيطان هذا مذهب إبليس أنا عندي لكم مذهب مذهبي هو الذي سيأتي به الأنبياء وهذا مذهب إبليس وانتوا اختاروا الطريق إنها ديناه النجدي وكان اليهود قد أسقطوا على الأرجح هذه القصة قصة يعني قصة آدم والسجود للآدم وقصة الملائكة والحوار مع إبليس يبدو أنها كانت موجودة في كتبه المقدسة لكنهم أسقطوها منها لأنهم كانوا غارقين هم بأنفسهم في العنصرية كانوا غارقين فيها من رأسهم حتى قدميهم وحرفوا الكتاب المقدس لدواعي عنصرية أكبر باعث ودافع لتحريف الكتاب الكتب المقدسة القديمة هو الدافع العنصري علشان يصرفوا بعض النبوآت عن العرب وعن غيرهم حتى احتكروا الدين كله وخلوه للبني إسرائيل فقط فتاريخ العنصرية في القرآن هو تاريخ الشيطان وتاريخ اليهود الملعونين وتاريخ الذين تعلمون بس ما ذكرهمش تاريخ بني إسرائيل الذين لعنوا على لسان أنبيائهم ليس هناك إدانة للعنصرية أكوى من هذه الإدانة التي قدمها القرآن ما فيش نص في العالم يدين العنصرية أعظم من النص القرآني وأكوى من النص القرآني القرآن يشوه الفكرة العنصرية التشويه مزقها بطريقة عميقة ونافذة حين يستخدم الأسلوب القصصي الأسلوب الفني الأدبي في إدانتها هذا أكثر غوراً ولذلك في إسرائيل كان يقول رئيس وزراء إسرائيل القديم أسبك شارون كان يقول أنه محمود درويش أخطر علينا من المقاومين هذا لأنه بيشوه قضيتنا أمام العالم محمود درويش بكصائده يعني لأنه بيخاطب الوجدان وبيعمك فكرة القضية الفلسطينية في وجدان الناس وهكذا القرآن بيوظف الأدب والأسلوب الفني في تشويه فكرة العنصرية أنه عارف أنه فيه ناس حيجوه يحرفوا معاني القرآن ويغيروا ويبدلوا لكن كلام الله كلام الله كان يتعرض دائماً للتحريف محاولات التحريف لم تتوقف من قبل الأحبار والكتبة في كل الرسالات السماوية ومن صور التحريف اختراعوا الروايات التي تشوش على قيم العدالة والمساواة في القرآن روايات ينسبوها للنبي ولا ينسبوها لغيره المساواة في أصل الكرامة الإنسانية القرآن يكر ذلك المساواة في أصل الكرامة الإنسانية مش في كل شيء في أصل الكرامة وبعدين بالاكتساب أنت ممكن تتفاوت مع الناس تكتسب العلم تكتسب الثروة تكتسب ما شئ تكتسب حتى الجاه إذا اكتسبت الجاه بتعبك فهذا حقك هذا كسب إنساني أما في الكرامة في الجميع متساوم والمساواة هي كاعدة الحقوق والحريات في الدين وفي الديمقراطية وهذا ما تورط فيه فقهاء مسلمون محسوبون على الإسلام نفسه يعني فقه كبير مثل الشافعي وهو أشهرهم صدرت عنه عبارات عجيبة غريبة تتنافى مع قيم القرآن ومع قيم الحضارة الحديثة ومع قيم الإنسانية يعني يقول فيما أثر عنه الأعجمي غير العربي ليس كفءا للعربي يعني ما هو شبه مستوى العربي لا ينبغي أن نساوي بالعربي يعني الفارسي الرومي الأوروبي الصيني الأفريقي الروسي الإنجليزي هذا اللي بيزدط والشايف حاله الألماني اللي كان يعتبر نفسه فوق الأجناس كلها هذا ليس كفءا للعربي والعربي هذا كان يمني والعماني والغيره ليس كفءا للقراشي هو أدنى من القراشي والقراشي ليس كفءا للهاشم هذا كلام فقي الفقهاء الإسلام الكبار ما عد خلينا للصياء وإذا بالإسلام قد تحول على أيدي الفقهاء إلى دين عنصري لا يختلف عن الهندوسية والنازية إلا في الدرجة وحاش الإسلام أن يقول ذلك البعد الأخير والخطير في المشكلة العنصرية هو البعد السياسي وإذا لخصنا تاريخها السياسي في كلمة واحدة هذه المشكلة ستكون هذه الكلمة هي الخراب يعني فتش عن تاريخ العنصرية في أي مكان في العالم ستجد أنها إذا حلت بكوم لم يلحقهم سوى الخراب هي كرين الخراب العنصرية كرين الخراب ويبدو أن اللعنة التي حلت على بني إسرائيل تحل على كل من مضى في مذهبين الهنود واليمنيون وكل من مارس العنصرية عايشين في ظنك من تاريخ بني إسرائيل إلى تاريخ النازية الألمانية إلى تاريخ الفاشية الأمريكية إلى تاريخ الفاشية الهاشمية موجودة عندنا في الوطن العربي إلى تاريخ الفاشية الهندية وغيرها كله تاريخ خراب والشعوب أمام هذه المشكلة النوعان شعوب لديها ذاكرة ذاكرة فئران إذا صح التعبير وشعوب لديها ذاكرة ذبابية قالوا إن الفئران لا تكرر الخطأ مرتين أو لا تجرب الفشل مرتين أما الذباب فهو يكرر الفشل طوال الوقت يحاول الخروج من النافذة المغلقة إلى أن يسقط من التعب ما يفهمش أني مغلقة خلص شوف حل ذاني الشعب الألماني مثلا جرب النازية جرب حلاوتها وهي فكرة عنصرية نازية هتلر جاي يقول لهم أنتم عرق فوق الأعراق كلها فوق أوروبا كلها وفوق العالم كلها هيا بنا نحكم العالم هيا بنا نسيطر على العالم ونستغل ثرواتها على طريقة الهاشمين ونأخذ خمسة على طريقة السلاليين عفوا وبعدين كانت النتيجة تدمير أوروبا وتدمير المدن الألمانية وتحويل ملايين الألمان إلى عمال سخرة ينزعوا الألغام ويشتغلوا مع الشعوب اللي يدمروها الشعب الألماني اليوم لا يتذكر الفخر بالنازية أبدا لكنه لا يتذكر إلا ويلات النازية إلى درجة أن الألمان سامحوا الدول التي دمرت مدنهم واحتلت بلادهم في الحرب العالمية الثانية لكنهم لم يتسامحوا أبدا مع النازية هذه هي الشعوب المحترمة اليوم من غير المسموح في الألمانيا إظهار أي تقدير للعادات والرموز النازية شعوب محترمة فعلا إحنا لدينا شعوب مستعدة تبيع كرامتها بسهولة ولدينا نخب تتعاطف مع العنصرية وتتعاطف مع الفاشية اللي بتهين كرامتهم بطريقة غريبة لا يشتوك تتكلم عنهم ولا يشتوك تجرحهم مع أنهم أحياناً قد يكونوا ضدهم لكن لا يقول لك ما أناش عارف الطبع العربي هذا كيف يعني وكأنه فيه جين كذا جين عبودية خاص ولذلك بيكرروا الخطأ بيكرروا باستمرار وبتوقع الشعوب هذه في مشكلات مستمرة غير مسموح في ألمانيا بترديد التحية النازية ويمكن أن يواجه المذنب السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانته أما العالم فقد عاقب الألمان بسبب العهد النازي العنصري عقاباً شديداً حاكموا القادة النازيين وأعدموهم طاردوا الهاربين منهم إلى أقصى الأرض إلى الإرجنتين وجابهم من هناك وحاكموهم وحاكموا على ألمانيا بتعويضات كبيرة وحاكموا على أربع مليون ألماني مدني وعسكري بأن يعملوا في مجال السخرة لدى الدول التي تضررت منهم يعني كانوا يستخدمون أحياناً في نزع الألغام التي زرعوها الشعب الألماني ما عدا يتذكر داريت ما يتذكر إلا النازية وكبايح النازية مع أنها رفعت من شأنه ما جدت تحتها تذل ولا تهين مثل ما بتسوي عندنا النازية الهاشمية الشعب الألماني هو نموذج الشعب الذي يتمتع بذكاء الفئران إذا صعد تعبير خلص جرب العنصرية مرة لا يمكن أن يكررها أما الشعوب التي تسمي نفسها عربية أو مسلمة فيبدو أنها تتمتع بذكرة ذباب ألف سنة ألف ومئتين سنة ونحن في الدوامة هذه دماء وراء دماء وخراب وراء خراب ولا عقل ولا فهم ولا ولا جرموا هذه الفكرة الهمجية فكرة همجية وغير إنسانية وغير أخلاكية وغير دينية ومع ذلك ما زالوا إلى الآن يغطوا عليها ويداروا عليها مع أنها هذه الفكرة العنصرية التي تتبنىها الهاشمية السياسية هي أكبح من العنصرية النازية ومن غيرها لأنه في تفاصيل أخرى ليس موجودة في النازية يعني العنصرية الموجودة عندنا في الإسلام أشنع بكثير لا تتفوق عليها إلا العنصرية الهندوسية تذوقنا ويلات العنصرية منذ 13 كرن تكريبا ولم نتعذ يقول الشهرستاني اللي هو مؤرخ الفركة الإسلامية إنه ليس هناك مقولة تسببت في سفك دماء المسلمين كمقولة الإمامة هذه سببت أكبر سفك دم للمسلمين الإمامة اللي هي الرئاسة العظمى وغالبا مرتبطت هذه المقولة بمنظومة الأفكار العنصرية السلالية ونحن في اليمن جربنا هذه المقولة في فترات متقطعة على مدى ألف عام مضت ولم نتعذ بعد بل إننا استبدلنا الجمهورية بالإمامة وفعلنا كما فعل أجدادنا الذين ذكرهم القرآن الذين دعوا الله أن يباعد بين أسفارهم ربنا باعد بين أسفارنا أغرب دعوة في التاريخ ما في الشعب يدعوه على نفسنا نحن ولذلك مش غريبة علينا لما نكون نستعيد الإمامة بعد ما أكرمنا الله بالجمهورية مش غريبة نحن أمة تختار لنفسها التعب والظنك والعبودية والمذلة بكامل وعيها بالعودة إلى الاحتجاجات الصاخبة في أمريكا ضد الممارسات العنصرية هناك سؤال السؤال الذي يهمنا هو هل أمريكا بعد هذه الأحداث ستكون أمريكا التي كما قبلها الإجابة التي نعتقدها هي كلا أمريكا بعد هذه الاحتجاجات لن تعود كما كانت طبعا لا نستطيع أن نتوقع حجم التغير الذي سيحدث هل سيكون كبير أم محدود لكن التغيير سيحدث وهو إما تغيير باتجاه المزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على مستوى القانون وغيره وإما باتجاه المزيد من الفاشية والعنصرية وكلا التطوران أو التطورين جيد بالنسبة لنا كلاهما مفيد لأن المزيد من الديمقراطية سيصب في مصلحة شعوب العالم بطرق مختلفة لا حصرة لها الديمقراطية الأمريكية والمزيد من الفاشية سيؤدي رويد الروايدن إلى سقوط الامبراطورية الأمريكية ولو بعد حين طبعا نحن حريصون على بقاء الجمهورية الأمريكية ولصنا حريصين على بقاء الامبراطورية الأمريكية نحن نميز بين الأمرين لأن الجمهورية الأمريكية هي مجموعة صفات إيجابية مثل أخلاقيات العمل والديناميكية والإنتاجية والإبداع وفكرة الحرية وروح الريادة وغيرها من الصفات كما رصدها عالم الاجتماع النرويجي يوهان غالتونك أما الامبراطورية الأمريكية فهي الصفات الرأسمالية الامبريالية المتوحشة هي العدوانية الغطرسة النفاق العنف الجهل الجهل بثقافات الآخرين والمادية المتطرفة وغير ذلك ولذلك نحن حريصين على إسقاط الامبراطورية ولسنا حريصين على إسقاط الجمهورية الأمريكية والاحتجاجات الثورية الراهنة هي إما تعزز يعني قيم الجمهورية أو تعزز مسار الامبراطورية العنصرية المتوحشة التي ستحكم عليها قوانين الطبيعة بالسقوط ونشك في يوم دي الأيام والعجيب أن عالم الاجتماع النرويجي الذي ذكرناه قبل شوية يوهان غالتونك كان قد تنبأ يمكن في العام 2004 أو 2009 أو 2004 تنبأ بسقوط الامبراطورية الأمريكية عام 2020 في مقال نشر في عام 2004 وبعدين عدل في 2009 سرد 14 تناقض في الامبراطورية الأمريكية قال هذه الـ 14 تناقض سوف تسبب تراجع وسقوط الامبراطورية الأمريكية بعد بداية حرب العراق طبعا وقال حينها يوهان هذا النرويجي عالم الاجتماع النرويجي قال حينها أن الولايات المتحدة سوف تمر بمرحلة ديكتاتورية فاشية في طريقها إلى التراجع وهذا ما حدث بالفعل صعود ترامب هو أكوى مؤشر على صدق هذه النبوءة وهي نبوءة عجيبة غريبة لو لا أنها صادرة عن رجل مثل غالتونك يعني نبوءة سقوط أمريكا عام 2020 يعني لا يتوقعها العقل ولا يقبلها لكن رجل مثل غالتونك هذا مش شخص عادي ماوش صاحب أحلام يسارية هذا رجل ليس محللا عاديا فقد اشتهر بتوقعاته التقيقة في العديد من الأحداث السياسية الكبرى من قبل جاءت مضبوطة تماما ما توقع وقع توقع الثورة الإيرانية قبل وقوعها وتوقع مظاهرات ساحة تياتمن في الصين في عام 1989 وتوقع أحداث 13 سبتمبر في نيويورك وأشهر توقعاته على الإطلاق هي انهيار الاتحاد السوفيتي وفعلا توقع وهذا ما يجعل المراكبين يأخذون توقعاته عن الامبراطورية الأمريكية يأخذونها على محمل الجد في كل الأحوال لابد أن يتغير العالم لأنه أصبح متعفنا بالظلم وسركة الشعوب والانحرافات نحن في المنطقة هذه ما عدت فركش معنا منطقة العربية سندفع الثمن بالتأكيد سندفع ثمن التحولات أكثر من غيرنا لكن هذا قدرنا ولابد أن نواجه قدرنا بصبر ووعي لابد أن يتغير العالم على الأكل الأجيال التالية وصلنا لختم الحلقة نشكر مطابعتكم ونلقاكم في الأسرع وأن يقادم بإذن الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا